أيام شهر رمضان أيام النفحات والأنوار والأسرار ومازلنا مع آيات القرآن الكريم في شهر القرآن الكريم نتنور ونتبارك وكمان نبني زواتنا وننور حياتنا بأنوار ربنا سبحانه وتعالى وبأنوار مولانا اللي أنزل إلينا كتاب هدية لنبي هدية فكانت هي أجمل هدية لنا في حياتنا لكي تصبح حياتنا مليئة بالبركات وإحنا النهاردة تكلمنا إزاي هنغزل بقى إزاي هيتحول العبد في ذاته كده وهو حاسس أنه هو عبد ممدود فإيه يحصل فيتحول أنه هو مكرم بهذا المدد والنهاردة كده طب يعمل إيه عشان يحافظ على هذا المدد أول حاجة اتعلمناه أنه عشان يحافظ على هذا المدد ببسوطة بسهولة أنه يعرف أنه موصول دائما على الله بالله سبحانه وتعالى ولذلك الله سبحانه وتعالى أرسل حضرة النبي يتلو علينا آياته آيات الله سبحانه وتعالى وإن اللي حاصل فإنما يتلو علينا آياته نجد آياته كلها بتشمل حياتنا كلها ثم بعد ذلك اللي يحصل يفضل الوحيد فينا متمسك بالأمل ويحول هذا الأمل إلى عمل لأن الله سبحانه وتعالى يزكينا فرسول الله صلى الله عليه وسلم ويزكيكم فيكى عنا دائما نترقى فالأمل عندما يتحول إلى عمل نترقى به الحاجة الثالثة إيه هي وإيه ويعلمكم الكتابة والحكمة فلما نتعلم الكتاب والحكمة نتعلم العلم لغاية ما نوصل للحكمة وما يؤتى الحكمة فقد قوتي أخيرا كثيرا ونضم إلى ده كمان الخبرة إيه اللي يحصل ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون وكده تبقى هي دي الأربع حاجات اللي ممكن فيها نحافظ على حياة الكرامة وكده نستطيع أن احنا نعيش مكرمين وما حدش فينا يشوف أن الحياة أكبر منه لأنه عبد الكبير اللي وسع حياته بسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم والكتاب المنزل من رب العالمين الحمد لله على أننا عباد مكرمين والحمد لله على أن احنا بنعيش بمدد رب العالمين في حياتنا كده الإنسان يبن ذاته بمدد الله اللي هيوصله لكرامة الحياة اشتركوا في القناة